نظام التشغيل iOS 7 هو أحدث نسخة من أنظمة تشغيل الهواتف الخلوية الأكثر تطوراً وفي الشهر القادم سوف نشحن 700 مليون جهاز من أجهزة iOS وبما أننا نسهل عمليات التحديث ونجعلها متوفرة لأكبر عدد ممكن من المستهلكين سيصبح iOS 7 نظام تشغيل الهواتف الخلوية الأكثر رواجاً في العالم بسرعة كبيرة إنه يعج بالمزايا الجديدة المذهلة ومجهز بسطح بياني جديد رائع ولأخبركم كل شيء عنه أود أن أطلب من كريغ المجيد صباح الخير هذه لحظات مشوقة منذ ثلاثة أشهر فقط كشفنا في مؤتمر مطوري أبل حول العالم عن iOS 7 وكنا مسرورين إلى أقصى الحدود من ردة فعل المستهلكين والآن قريباً سنشهد على حدث لم يسبق له مثيلاً تقريباً في صناعاتنا حيث سيقوم مئات ملايين الأشخاص وخلال ليلة واحدة بتحميل نظام iOS 7 ليعيشوا تجربة مذهلة لنلقي نظرة على ما ينتظرنا سنبدأ مع شاشة الإقفال وهي رائعة للغاية بتصميمها المتطور وأسلوب الطباعة الدقيق حين تنتقلون إلى الشاشة الرئيسية سترون هذه الرسوم الرائعة مع بروز هذه الرموز مع تصميمها المتناغم ومجموعة الألوان المنتقى بدقة ولكن iOS 7 حيوي جداً في العمق وليس من خلال الظلال أو الحدود الاصطناعية بل من خلال تجارب الجهاز مع حركة اليد بواسطة تأثير بارالكس وهذه الطبقات العميقة نشعر بها في كل تجربة في الجهاز لذا حين تحركون إصبعكم صعوداً تظهر لديكم أجهزة تحكم وترون هذه الطبقة شبه الشفافة المزودة بأزرار تحكم سهلة الاستعمال ومن خلالها يمكنكم تشغيل صيغة الطائرة ولولوج إلى موسيقاكم أو حتى تشغيل الضوء الومضي ولأنه بحسب نظام iOS 7 يتعلم الجهاز فعلياً متى وأين يمكن التواصل ويمكنه أن يوصي بالمكان الذي عليكم أن تقصدوه وكم ليستلزمكم الأمر لبلوغ وجهتكم في ظل ظروف ازدحام السير الحالية هذا مفيد للغاية كما أننا جعلنا تطبيق البحث أكثر ملاءمة من أي وقت مضى في iOS 7 من أي شاشة على الشاشة الرئيسية يمكنكم تحريك إصبعكم نزولاً والبحث عما تريدونه أياً يكن وإيجاده بكل سهولة التجربة في iOS تشمل كل التطبيقات والمثال المناسب على ذلك هو تطبيق الطقس ترون التصميم المتطور وأسلوب الطباعة الدقيق والصور المتقنة وإذا ضغطتم مرتين على زر تعدد المهام حيث تبقى كل تطبيقاتكم محدثة يمكنكم أن تضغطوا على تطبيق سافاري مثلاً واستعراضه وتطبيق سافاري مذهل في iOS 7 لدينا الشريط الجديد وما عليكم سوى الضغط على الجهة اليمنى السفلية للشاشة ورؤية كل الصفحات إن اخترتم صفحة فستنزلق أمامكم ابدأوا بالتصفح وستختفي أزرار التحكم والآن نصل إلى تطبيق سيري الذي يتحسن بشكل كبير في iOS 7 اضغطوا على الزر الرئيسي يمكنكم قول كلام مثل ما الذي تقوله ليدي جاجا يمكنكم إذن أن تروا بأن سيري يمكنه الوصول إلى أحدث التغريدات ولكنكم تلاحظون أيضاً صوت الأنثى الجديد ذات الجودة العالية ويمكنكم أيضاً اختيار صوت الذكر وإضافة إلى تويتر يمكن لتطبيق سيري سحب المعلومات من موقع ويكيبيديا ومن مواقع البحث المضمنة على الانترنت ومن مواقع البحث عن الصور الرائعة أيضاً الأصوات ليست الميزات الوحيدة التي تحسنت في iOS 7 عندما تتلقون اتصالاً قد تسمعون شيئاً كهذا أو هذا أو هذا قد يفوتكم اتصالاً ما بسبب إقدامكم على الرقص ولكن لباس في ذلك لأنه يبقى لدينا خدمة البريد الصوتي وقد حسنا نغمات الإنذار مثل هذه النغمة أو هذه أو نغمة المفضلة هذا رائع نوعاً ما وإضافة إلى هذه النغمات والكثير منها لدينا كل النغمات الكلاسيكية القديمة إنما بتوزيع جديد والآن بالطبع أحد أهم الأمور التي نقوم بها بواسطة هواتفنا هو تصوير الذكريات وذلك بفضل تطبيق الكاميرا وفي الـ iOS 7 الكاميرا أفضل من أي وقت مضى يمكنكم الاختيار بسهولة بين كاميراتكم المختلفة مثل كاميرا الفيديو والكاميرا المربعة الجديدة ذات النسبة الباعية ولكن ما أحببته كثيراً في تطبيق الصور في iOS 7 هو أنه بدلاً من قواعد الكاميرا المسطحة يمكنني في الواقع تصنيف صوري بشكل آلي عبر تحديد اللحظات بناءً على مكان وزمان التقاط الصور وإن أردت العودة إلى الخلف فيمكن جمع تلك اللحظات في مجموعات مترابطة مثلاً صور عطلة بأكملها يمكن جمعها بشكل آلي ضمن مجموعة واحدة ويمكنني أن أعود أكثر إلى الخلف حتى لرؤية مجموعة صور العام بأكمله هذا مذهل بالفعل ويمكنني هكذا رؤية كل عام على شكل جدار ألوان المذهل للغاية هو أنه عند عرض كل صور العام يمكنكم معرفة أجزاء مختلفة من مجموعة صوركم ويمكنك تركيز الإصبع والبحث لإيجاد صورة معينة وعرضها بحجم كبير وبالطبع عند إيجاد صورة رائعة سترغبون في تشاركها انقروا على الزر الأيسر السفلي واعرضوا صفحة المشاركة وفي الأعلى يمكنكم اختيار صور إضافية لمشاركتها كما يمكنكم بالطبع مشاركة رسائل ورسائل آي مايل ومشاركة الصور على آي كلوب ولكن إن أردتم مشاركة الصور مع أشخاص من حولكم فما من شيء أفضل من آير دروب وخدمة الواي فاي تتمتع بسرعة فائقة وبالطبع نحن في أبل نحب الموسيقى كثيرا وفي الآي أو أس 7 التطبيقات الموسيقية هي بالفعل أفضل الوسائل للاستمتاع بمجموعاتكم الموسيقية الخاصة بكم ولدينا راديو آيتونز وهذه أفضل وسيلة لتجربة موسيقى جديدة استخدام هذا التطبيق لا يستلزم أكثر من النقر على إحدى الإذاعات كما يمكنكم بالطبع استحداث إذاعتكم الخاصة انقروا على زر الإذاعة الجديدة وستحصلون فورا على مجموعة من الأنواع التي يمكنكم تصفحها ولكن ما هو رائع فعلا هو أنه يمكنكم استحداث إذاعة تعبر عن ذوقكم الخاص لذا إن كنتم تفكرون مثلي فستنقرون في منطقة البحث وتطبعون R-U-S-H للبحث عن فرقة الروك الكندية ثلاثية المذهلة إذن المهم هذا فيما يتعلق بالموسيقى أو IOS 7 هو بالطبع أكثر مما يمكنني أن أريكم هنا هناك أكثر من 200 ميزة والأمر لا يتوقف عند هذا الحد لأن مجموعة المطورين لدينا استوحت كثيرا من IOS 7 وقد رأينا تصاميم جديد رائع مثل OpenTable وأفرنوت وزيلو وأم بي سي والمزيد أيضا سنرى الكثير منها على شكل تطبيقات وفي المرحلة القادمة إذن تحميل نظام IOS 7 أشبه بالحصول على جهاز جديد أكثر إفادة وأناقة مما كان لديكم قبلا ولكنه سيكون جهازا تجيدون استخدامه بالفعل وهو لا يناسب هواتف آيفون فقط بل ألوح آيباد أيضا حيث يستفيد IOS 7 كثيرا من لوحة آيباد الموسعة كالعادة سيكون نظام IOS 7 متوفرا مجانا بشكل لا يقبله العقل بدءا من الثامن عشر من سبتمبر يمكن تحميله على أجهزة آيفون 4 وللوح آيباد 2 وللوح آيباد ميني وللجيل الخامس من آيبود تاتش هذا هو نظام IOS 7 شكرا جزيلا لكم كان هذا جهدا مذهلا ورائعا لا يسعني حقا التشديد على ذلك كفاية كان ذلك ممكنا بفضل التعاون بين جوني وفريق التصميم المذهل التابع له وبفضل كريغ وفريقه الهندسي نعتقد بأن زبائننا سيحبون هذا النظام أود تغيير الموضوع الآن والتحدث عن برنامج آخر صممناه كما تعلمون أنا أعمل على التصميم لاستغلال طاقة الآيفون والآيباد وتأمين تلك الطاقة لتكون في متناول أيديكم ما قد لا تعرفونه هو أن الآيورك تتضمن أفضل تطبيقات الهواتف وأكثرها مبيعا ضمن أي برنامج والآن يتضمن الآيورك ثلاثة تطبيقات مذهلة التطبيق الأول هو الكينوت إنه أقوى تطبيق مخصص لتقديم العروض تم تصميمه لجهاز خلوي يسمح لنا بصنع وتقديم عروض ذات جودة عالمية على جهاز آيباد أو آيفون وتطبيق بيجز الذي يعتبر أجمل برنامج جداول ممتدة ويسمح لكم بالعمل على وثائق من أي مكان تطبيق نامبرز الذي يعتبر أفضل برنامج جداول ممتدة تم تصميمه لجهاز خلوي يسمح لكم بصنع جداول خلال دقائق الآن أود التجديد على واقع أن أجهزة الآيو اس ليست رائعة فحسب بفضل استهلاك المحتوى بل هي مدهشة بالفعل لصنع المحتوى كما أننا نصنع تطبيقات خلاقة ورائعة أيضاً مثل الآيفوتو إنه يقدم لكم أدوات تصوير قوية لكي تحسنوا مستواكم في تنقيح الصور ولدينا تطبيقات مثل الآيفون ليتسنى لكم صنع أفلام ذات جودة عالية بدءاً بمقدمات لأفلام رائعة وصولاً إلى المشاريع الأكثر تنمقاً على جهاز الآيفون أو آيباد نعتقد أن الآيورك يؤمن أفضلية كبرى لإنتاجية الزبائن ونعتبر بأن الآيفوتو والآيموفي برنامجان رائعان لتنمية روح الابتكار لدى زبائننا الكرام إن كل أجهزة الآيو اس ستكون أفضل حتى إذا كانت تتضمن هذه التطبيقات وتقريباً كل زبائننا يريدونها لذا اليوم سنعلن بأننا سنجعل هذه التطبيقات الخمسة الرائدة في مجال الصناعة مجانية إنها مجانية مع أي جهاز آيو اس جديد ستعتبرون بأن هذه البادرة ستكون رائعة لتحسين إنتاجيتكم وحس الابتكار لديكم لذا عندما تجهزون جهاز الآيو اس الجديد سيقدم لكم الآيو اس 7 هذه الشاشة وبلمسة واحدة بالإمكان تحميل هذه التطبيقات الخمسة معاً لكم إن زبائننا سيحبون هذا وهو يناسب أي جهاز آيباد جديد أو أي جهاز آيفون جديد أو أي لوح آيبود تاتش من الجيل الخامس هذه الأفكار ستكون رائعة لزبائننا ونحن متحمسون لذلك والآن أود التحدث عن الآيفون ربما بعضكم كان يتوقع هذا منذ عام أعلننا عن إنتاج آيفون 5 وأصبح الآيفون 5 على الفور الآيفون الأكثر رواجاً على الإطلاق حيث كان العام الأول الأكثر مبيعاً عرفه أي آيفون أنتجناه الزبائن أحب الشكل كما أحب التصميم الجميل وعملية المعالجة فائقة السرعة والصور المذهلة والكاميرا المذهشة أيضاً وقد ساعد آيفون 5 في نقل أعمالنا إلى مستوى مختلف تماماً وأصبح حجم أعمالنا كبيراً جداً في الماضي حين كنا نعلن عن إنتاج آيفون جديد كنا نخفض سعر الآيفون الحالي ونجعله أكثر توفراً للمزيد من الناس ولكننا هذا العام لن نفعل ذلك أصبح حجم الأعمال كبيراً جداً بحيث أننا سنستبدل الآيفون 5 سنستبدله ليس فقط بتصميم واحد بل بتصميمين جديدين هذا يسمح لنا بخدمة المزيد من الزبائن ولنخبركم كل شيء عن هذين التصميمين الجديدين المذهلين والتفصيل أكثر أود دعوة بيل شيلر إلى هنا فلنستقبل بيل شيلر بيل شكراً صباح الخير جميعاً يسرني كثيراً أن أكون هنا لأنني سأحظى بالشرف العظيم لأقدم منتجي آيفون الجديدين لكم الأول اسمه آيفون 5C الآيفون 5C مصنوع من كل التكنولوجيا المذهلة التي أحبها الزبائن لدى الآيفون 5 وهناك المزيد أيضاً فهو يتمتع بتصميم جديد مدهش أكثر متعة وتنوع من أي آيفون آخر صنعناه حتى الآن ربما رأى البعض منكم صوراً عنه على الإنترنت لقد رأيتموه ولا بأس في ذلك لأن هذا هو الأمر المشوق في الموضوع ونحن متشوقون أيضاً ولكنكم لم ترواه قبلاً ليس على هذا الشكل ترجمة نانسي قنقر هذا هو الآيفون 5C إنه مذهل بالفعل تصميم جديد بألوان جديدة والمنتج يعرض كل تفاصيل عن الحجم والأزرار الجزء الخلفي والجانبان مصنوعان بالكامل من قطعة واحدة والقطعة الأمامية عبارة عن سطح زجاجي يمكن تحركه باللمس مهما نظرتم عن قرب لن تروا أي مفصلات أو قطع موصولة إنه تصميم رائع بالفعل وعن تشغيله لأول مرة فإن الآيفون 5C الذي يعمل بنظام iOS 7 الجديد سيبدو رائعاً بفضل الرموز المبهرجة والصور ذات الألوان المطابقة وطريقة إبراز الألوان على السطح مما يقدم تجربة متكاملة حول الألوان والتجربة لا تقتصر حول تصميم الهاتف والبرنامج لأن الفريق أنتج علباً مصمم خصيصاً للآيفون 5C وهي مصنوعة من مطاط ناعم وأطراف من الألياف كما توجد مناطق مثل المنطقة المحيطة بالكاميرا وضوء الكاميرا إضافة إلى شعار آيفون البارز في الواقع عندما ننظر إلى أسفل سنرى هذه الأجسام الدائرية التي تقدم مزيجاً رائعاً من الألوان بين الآيفون 5C وغلافه ويمكنكم شراءها بتشكيلة ألوان مذهلة تعطي الشكل الذي تحبونه هذا جميل للغاية عندما تحملون الآيفون 5C لأول مرة ستذهلكم نوعيته ومدى صلابته وروعة ملمسه بين اليدين إنه مصنوع من مادة مغطاة بالبوليكاربونات الصلب وهي مادة مثالية لهذا اللون المذهل ولكن ثمة المزيد إذ صنع من الداخل بواسطة مادة بناء جديدة تستخدم هيكلاً معززاً بالفولاذ يؤمن صلابة مذهلة ويؤمن غرضاً إضافياً كجزء من نظام الهوائي إذن هذا تصميم في غاية الذكاء ومن الأمام لدينا شاشة مساحتها أربعة إنشات جميلة مع طبقات مدمجة فتبدو الألوان وكأنها تبرز عند سطح الزجاج وسلسلة الألوان المذهلة رائعة لصوركم وأشرطة الفيديو من الداخل التصميم مزود برقاقة A6 من صنع أبل وهي تؤمن أداءاً مذهلاً وعمراً مديداً للبطارية البطارية الموجودة في داخل الآيفون 5C أضخم بقليل من البطارية الموجودة في الآيفون 5 إنه مجهز بالكاميرا الأكثر رواجاً في العالم وهي كاميرا آي سايت ساعة 8 ميجا بيكسل ومع جهاز استشعار مضيء في الخلف وخمس عدسات وفلتر آي آر هاجين إنها كاميرا تلتقط صوراً رائعة وهي تستخدم تطبيق الكاميرا الجديد الذي أخبركم عنه كريغ والمجهز بكل المزايا الرائعة إضافة إلى أجهزة تصفية الصور التي تعمل عند التقاط الصور وإمكانية تقريب الصورة عن تصوير شريط فيديو من الأمام لدينا كاميرا جديدة ذات دقة عالية وهي تعمل بشكل أفضل حتى حين تكون الإضاءة باهتة الكاميرا مجهزة ببيكسل أكبر وإضاءة خلفية وهي تشتغل مع تطبيق فيستايم الذي يمكنكم عبره إجراء اتصالات واضحة للغاية الآيفون 5C يتضمن عدداً من شبكات الإنترنت التي تفوق أي عدد موجود في أي هاتف آخر صنعناه كما أي هاتف ذكي في العالم وسرعة تحميل تبلغ 100 ميجابيت بالثانية وواي فاي ثنائي وبلوتوث سعة أربعة يعمل الآيفون بواسطة نظام iOS 7 وتشغيل التطبيقات مع هذه الألوان الجميلة تجربة مذهلة للغاية إذن هذا هو الآيفون 5C وهو متوفر بخمس ألوان هي الأزرق، أبيض، الزهري، الأصفر، الأخضر يبدأ الجهاز بنظام 16 جيجابيت بثمان يبلغ 99 دولاراً فقط وكما ترون فإن الجهاز المزوب بـ 32 جيجابيت يبلغ 899 دولاراً وهذه الأسعار مضمونة على مدى عامين في الولايات المتحدة لدينا ستة غلافات ويمكننا الاختيار بين ستة ألوان ويبلغ ثمن كل واحد منها 21 دولاراً نحن نعمل بكذل نتأكد من أن هذه المنتجات مصممة بشكل لا يؤذي البيئة والزجاج خالم من مادة الزرنيخ والزئبق والPFR والPVC نعم، إنها غير مجهزة بنظام أندرويد أيضاً هذا هو الآيفون 5C ولدينا شريط فيديو سيروي المزيد حوله آيفون 5C هو بأشكال عديدة تقطير لما يحبه الناس في الآيفون 5 فهو أكثر بساطة وفعالية ومع ذلك فهو أكثر قدرة وأكثر بهرجة بالتأكيد نعتبر بأن الآيفون هو تجربة وهي تجربة يمكن وصفها بجسم معدني وبرنامج كمبيوتر يعملان بتناغم معاً نواصل تحسين هذه التجربة خارقين الحدود بين الاثنين بشكل جذري مما يجعل الهاتف أقوى وأكثر إفادة في نهاية الأمر آيفون 5C مصنوع من البلاستيك بشكل جميل قطع عديدة تم تقليصها لتصبح قطعة واحدة من البوليكاربونات ذات السطح المتواصل والمستوي أظن بأن التصميم متناغم جيداً وهو يأتي كنتيجة لتطوير اتحاد اللون والمعدن كل عنصر يبلغ ويحدد العنصر الآخر بأشكال عدة مما يؤدي إلى الحصول على تصميم ذات أهمية وكما اهتممنا بالشكل الخارجي كنا حارصين بشدة حيال ملمس الآيفون C في أيديكم وهنا نعني حس النوعية والكمال المرادف للآيفون مما عنى تطوير التصميم عبر خلق هيكلية هندسية جديدة بالكامل تبدأ عملية الصنع بقطعة واحدة من البوليكاربونات وفي داخلها نقحم إطاراً معززاً بالفولاذ مما يؤدي إلى خلق مساحة يمكن استخدامها كموقع للهوائي ثم نضيف اللوحة الخلفي ثم نحدث ثقوباً للأزرار فنضمن الانتظام المثالي ثم تخدع القطعة بأكملها لعدة عمليات تنقيح بما في ذلك إضافة طبقة من الورنيش التي ينتج بعدها سطحاً أملس للغاية هذه العملية بأكملها تتوج بهيكل صلب للغاية وقال بن جامد لا تتوقعونه من منتج بلاستيكي من البداية أردنا تصميم غلافات ملونة ومصنوعة بشكل جيد تماماً مثل جودة الآيفون السيليكون غير الناعن المصنوع من الألياف الدقيقة يشكل تناقضاً مقصوداً مقارنة مع سطح الآيفون الناعن النتيجة هي غلاف يمدد المنتج ويطري عليه فيما يقدم العشرات من المجموعات الملونة الآيفون 5C بني على أساس من المزايا التي يعرفها الناس ويحبونها مع شاشة رائعة من أربع إنشات مناسبة للأداء السريع والصور العالية الجودة بفضل رقاقة الأي سيكس كاميرا آي سايت سعة ثمانية ميجا بيكسل وعمر مديد للبطارية والآن أضفنا أعداداً كبيرة من شبطات الإنترنت أكثر من أي هاتف ذكي آخر في العالم وأعطينا الجهاز كاميرا فيستايم جديدة للاستمتاع باتصالات أفضل وصور أجمل بعد إضافة إلى هذا يأتي الجهاز مجهزاً بنظام التشغيل iOS 7 الذي يتضمن مزايا جديدة مثل مركز التحكم وإيردروب وراديو آيتونز إضافة إلى العديد من المزايا الرائعة الأخرى يخلق iOS 7 تجربة أكثر بساطة وأكثر إفادة ومتعة الصور الخلفية تتناسب ألوانها مع اللون الخارجي والشفافية الملازمة للـ iOS 7 تحمل هذا اللون في كل تطبيق تستخدمونه هذا مثال رائع آخر حول قيامنا بتصميم وهندسة منتجاتنا إنها فعلاً الطريقة الوحيدة التي نعتقد بأنها تقدم التجربة الصحيحة أظنه من المثير للإعجاب عندما يبدو شيئاً ما مألوفاً رغم أنه منتج جديد في نفس الوقت هذه هي مزايا الآيفون 5C إنه الإنجاز الحي لتناغم الهيكل مع برنامج الكمبيوتر في جهاز واحد إذن كان هذا هو الآيفون 5C أول هاتف من الهاتفين الجديدين الذين سنطلقهما الليلة الهاتف الثاني يدعى آيفون 5S 5S هو الهاتف الأكثر تطوراً الذي أنتجناه على الإطلاق في الواقع قد يكون الهاتف الأكثر تطوراً الذي صنعه أي شخص وهو يعج بالتكنولوجيات المذهلة موضوعة في خدمة مساعدة الناس على استخدام هذه الأجهزة أكثر بالوسائل التي نريدها وقد بني في تصميم هو أجمل تصميم لهاتف في هذه الصناعة وهذا هو شكله شكراً للمشاهدة هذا هو الآيفون 5S وهو مصنوع من ألمونيوم متطور مع أطراف مقطعة بشكل مسقول وزجاج مناسب فريق التصميم فكر مالياً في كل تفصيل لجعله أجمل هاتف خلوي صنع على الأطلاق وهو من الفئة الذهبية بالنسبة إلى الهواتف الذكية هذا الهاتف متوفر في ثلاثة ألوان هي الفضي والذهبي والرمادي الفضائي الجديد وهناك الكثير من المزايا المبتكرة الموجودة فيه سأخبركم عن ثلاث مزايا أساسية اليوم الميزة الأولى هي الأداء جميعنا نريد أداءاً رائعاً من أجهزتنا وهنا نجد صعوبة حتى في تذكر الأيام الخوالي حيث كان الأداء مرادفاً لبطاقات المعالج الكبرى وبطاقات الصور ومصادر الطاقة والمراوح هذه العناصر كانت تحدد جولة الأداء ولكن نحمد الله لأننا تخطينا ذلك الآن أصبح الزبائن يريدون أداءاً رائعاً يمكن حمله في راحة اليد ويمكنكم أن تأخذوه معكم أينما ذهبتم والآيفون 5S هو متطور للغاية بالنسبة إلى تكنولوجيا الهواتف الخلوية نبدأ بنظام جديد موضوع على رقاقة من تصميم أبل واسمه A7 الـ A7 يتسع لـ 64 بيت هذا أول هاتف من هذا النوع على الإطلاق إنه رائع لا أظنكم كنتم قد بدأتم بالتحدث عنه بعد اتقل عالم الكمبيوتر من مرحلة 32 بيت إلى 64 بيت واستغلق ذلك الأمر سنوات اليوم سترون أن ألفا ستطور نظام التشغيل الهاتفي من 32 إلى 64 بيت خلال يوم واحد سنقوم بذلك بفضل معدات جديدة مذهلة وتحسينات مذهلة في نظام التشغيل ومن خلال استمارات جديدة إذن لنتحدث عن المعدات وعن رقاقة A7 هذا مثير للأعجاب هناك هندسة داخلية سعة 64 بيت وهذا يعني أنه يمكننا استغلال مركز جديد لوضع المكياج أكثر فعالية من المراكز التي يستخدمها آخرون إنه يتضمن الكثير من التكنولوجيات الرائعة الأرقام التي تبرز رغم كل شيء يحتوي على أكثر من مليار ترانزيستور وهذا يتضمن في جسم هو بنفس حجم A6 المصنوع في الجيل الماضي عدد الترانزيستور يكاد يكون مضاعفا هذا مثير للأعجاب لقد سمعتم الكثير عن iOS 7 ولكن ما لم نخبركم إياه بعد هو أنه تمت إعادة هندسة المكان الكامل يتسع لأربعة وستين بيت طوال الوقت هناك أربعة وستين وجار ومكتب وسائل وكل التطبيقات المرافقة لأهدافكم في الآيفون آس تمت إعادة برمجتها لتتسع لأربعة وستين بيت أيضا وهذا سيكون انتقالا سهلا للمطورين لقد قمنا بتحديث معداتنا بواسطة Xcode ليتحمل أربعة وستين بيت بهدف صنع تطبيقات قياس 32 و 64 بسهولة وهذا السلس بالنسبة إلى الزباء لأنها ميزة تشجع التنافسية مع كل الصور الموجودة والاستمارات التي تتحكم بحجم 32 و 64 جنبا إلى جنب بشكل شفاف ولا داعي لأن تقلق حيال ذلك لما الضرورة لكل هذا؟ لأن الفوائد ضخمة جدا الـ A7 يكاد يكون أسرع من النظام السابق بشكل مضاعف وهذا ينطبق على اختبار الأضواء أيضا وثبت أن جرأة وتطور أداء فريقنا هنا أمرا مذهلا سأستعين بهذا الرسم البياني من أول آيفون لأثبت أن أداء تحسن 40 مرة المثير للعجب في هذا الرسم البياني هو أن نصف هذا الأداء سيبدأ اليوم مع آيفون 5S وهو أكثر وضوحا أيضا وقد تحسن 56 مرة منذ أطلاق الآيفون الأصلي وأكرب إلى نصف أولئك الأشخاص سيأتون اليوم حاملين الآيفون 5S يعمل النظام بواسطة نظام GLES الذي يتسع لثلاثة بيت وهو الأحدث في مجال الصور البيانية مما يعني أن الاستمارات الغنية بالصور البيانية قد ينزل مستوى الخوف من الموت والمواساة لديهم بسهولة بالنسبة إلى مزايا الآيفون وهذا سيسمح بحصول اختراقات في الآداء وفي الألعاب الغنية بالصور البيانية وفي الأمور التي نحب استخدامها واستعمالها اليوم من خلال هواتفنا الآيفون هذا يبدو رائعا ولكن المثير الإعجاب فعلا هو رؤية ذلك لأول مرة لذا فنحن متحمسون لكم كثيرا لاستقبال العامل في شركة أبيك جيمز السيد دونالد ماسترد المؤسسة المشاركة في شير انترتينتمنت دونالد مرحبا سيدي صباح الخير بالكاد أستطيع أن أصدق أن سنوات قد مرت على تعريفنا الناس على لعبة أمفينيتي بلايد خطط الألعاب المصممة من الصفر لأجهزة أبل المذهلة هذه وقد أسعدت لعبتنا أمفينيتي بلايد بجزئيها عشرات الملايين من اللاعبين وفازت بجوائز لا تحصى يسرني أن أكشف عن نهاية أسطورية للعبة أمفينيتي بلايد الثلاثية وسنريكم شيئا لم يعرض قبلا على جهاز خلوي فلنرى سنبدأ رحلتنا في المخبأ الذي يشكل ملجأ لللاعبين الذين يريدون الولوجة إلى أي من العوالم الثمانية الجدد في أمفينيتي بلايد 3 لنلقي نظرة على هذه العوالم الآن في هذه اللعبة سيؤدي اللاعب دور شخصيتين هذه هي شخصية عيسى وهو لص محارب ومتملص كل واحد من هذه البيئات ضخم وملئ بالتفاصيل وبالمخططات الغنية والتي توصل إلى أفضل نتيجة هذه الصور تعرض الآن بالداد وكل بيئة من هذه البيئات المعقدة يتم تحميلها بشكل شبه فوري أي خلال وقت أسرع بخمس مرات من الآيفون 5 والآن شاهدوا سننتقل الآن إلى اللون الأسود للشاشة وإزالة هذه البيئة وتحميل بيئة أخرى مهندس الأربعة وستين بيت لرقاقة آي سيفن الجديدة فعال جدا وقد التقط صورة مزدوجة في أول مرة رأيت فيها سرعة التحميل عادة يكون تحويل برنامج إلى سرعة أربعة وستين أمرا يستغرق وقتا طويلا ولكن مع أدوات أبل المذهلة كم استغرقت من الوقت؟ ساعتين ساعتين والآن سيروس وعيسى ضم قواهما للقضاء على ديثليس وعلى صانع الأسرار بواسطة GL ES 3.0 أصبح بإمكاننا أن نجمع تأثيرات سلسة متطورة لم تروها قبلا إلا في الأفلام وهي مشاهدة مشوشة وغير واضحة وظلال على طول الشاشة أما الآن فيمكننا أن نضيف أضواء جديدة قد تجعل جي جي إبرامز فخورا نعم ودرعه يعكس البيئة حتى إذن إنفينيتي بلايد تعرف بمعاركها الكبيرة والأصورية ولكننا أردنا شيئا أكبر وشيئا قد يجعل حتى هذا القزم يخاف على حياته هذا المدير الجديد تناول المدير القديم كطعام غدا والآن تذكروا أنكم ترون هذه المشاهد مباشرة وهذا ليس في المن جيريمي يقاتل هذا التنين الآن بالذات على جهاز آيفون 5S حين وضعنا أيدينا على أول جهاز آيفون شعرت بالذهول مما يمكننا القيام به وقد ظللنا نجرب ميزة تلو الأخرى ومع ذلك تبقى هناك طاقة يمكن إدخارها مثلا لقد استطعنا إضافة تفاصيل مضاعفة أربع مرات لهذا التنين سأدعكم تلاحظون الأسنان الحادة وأطراف عموده الفقري المليء بالعظام أعتقد فعلا أن هذا يمثل تغييرا كبيرا في مجال عالمنا حسنا جيريمي لنرى إن كان ما لديك ما يلزم للقضاء على التنين إذن شكرا لعبة إمفينيتي بلايد 3 ستعيد من جديد تحديد حدود الألعاب على الهواتف الخلوية وهذا أمر ممكن فحسب بفضل طاقة الآيفون الجديد والأفضل من كل هذا هو أننا انتهينا للتو من وضع اللمسات الأخيرة على إمفينيتي بلايد 3 وستتوفر في متاجر آيستور شكرا لكم أمل أن تكون قد ظهلتم فانا ظهلت لقد رأينا مستوى لم نرى مثله قبلا في الأداء ونقاء الصورة على جهاز خلوي وهذا بفضل البرنامج الجديد المذهل الذي يعمل بواسطة رقاقات A7 المذهلة ولكن هذه ليست نهاية القصة من الناحية الهندسية هناك المزيد أصبح لدينا جزء جديد تماما في الآيفون ونحن نسميه M7 وهو يعمل إلى جانب A7 إنه معالج شريك للحركة ما الغرض منه؟ إنه يستغل كل أجهزة الاستشعار القوية هذه وكل الإجراءات التي ما زلنا نتلقاها من دون الحاجة حتى إلى تشغيل رقاقات A7 الإجراءات من التسارع والجيروسكوب والبوصلة بفضل البرنامج والتطبيقات سيكون لديكم مستوى آخر من حلول اللياقة البدنية والصحة التي لم تكن ممكن قبل أن قطع الهاتف خلوي إننا نقوم بتحديث جهاز IPI الحساس على الحركة في داخل IOS 7 لقراءة المعطيات وإرسالها إلى التطبيقات ثم تصنيف وتحليل هذه المعطيات للقول للتطبيقات ما إذا كان الشخص متوقفا أو يسير أو يرقض أو يقود وتأمين ذلك للاستفادة من التطبيقات للمساعدة على جعلك أكثر لياقة وصحة وقد كنا نعمل مع مطورين للقيام بذلك وهم يقومون بعمل رائع يمكنني أن أخبركم عن أحد الفرق فريق نايكي نايكي استحدثت تطبيقا جديدا اسمه نايكي بلاس موف وغرضه هو مساعدة الرياضيين على مواصلة الشعور بالحافز ليحافظوا على لياقة بدنية والتمتع بالنشاط طيلة نهارهم يستعين الجهاز برقاقة أم سيفن الجديدة وكارموشن جي بي آي إضافة إلى نظام جي بي أس مما يساعد على معرفة النشاطات التي سيشارك فيها المرء خلال النهار وموقع القيام بذلك وتعطي نقاط الوقود الخاصة بنايكي للتباريبها مع الأصدقاء في مركز الألعاب كل ذلك بهدف الاستمتاع خلال النهار إذن رقاقتا الأي سيفن والأم سيفن تقدمان المزيد من الصور والمعطيات المتعلقة بالحركة ماذا عن عمر البطارية؟ يسرنا كثيرا أن نخبرك أن الفريق قام بعمل مذهل وعمر البطارية يضاهي عظمة عمر البطارية أو يفوق ذلك في الآيفون 5 يمكنكم التحدث بواسطة 10 ساعات على الإنترنت 3G أو لثماني ساعات للقيامة تفحص بواسطة تقنية 3G أو تمضية 10 ساعات في التفحص على الـ LTI 40 ساعة من الاستماع للموسيقى و250 ساعة من الانتظار إذن هذه السابقة في مجال التكنولوجيات المستخدمة في الآيفون 5S هندسة بواسطة تقنية الـ 64 بيت وأداء غير معقول للـ i7 والـ M7 ثانيا نظام الكاميرا الناس يحبون التقاط الصور بواسطة أجهزة آيفون وكاميرات آي سايت وهو يقوم بعمل رائع أردنا أن نكون أذكى وأفضل لنتمكن من التقاط الصور رائعة في الماضي كان يجب أن يتعلم المرء كيف يكون مصورا أفضل لالتقاط الصور أفضل ولهذا كان يشترون كاميرات أقل وعدسات أكبر وتتعلمون كل تقنيات Live Meter ويمكنكم تمضي أطواق الطويل في دراسة كيفية الاستفادة من هذا والانتفاع بالنسبة إلى الناس الذين يريدون القيام بذلك فلا بأس ولكن معظمنا لا يريد فعل شيء سوى التقاط الصورة ولهذا علينا جعل الآيفون يلتقط صورة أفضل لنا ولدينا تطورات ضخمة في مجال التكنولوجيا مع الآيفون 5S لتحقيق كل ذلك أولا نبدأ بالمعدات وبنظام كاميرا شديد لدينا عدسة مصممة من قبل أبل وفتحتها أكبر وتبلغ 2.2 مما يعني إرسال المزيب من الأضواء على جهاز الاستشعار كما لدينا جهاز استشعار جديد لديه مساحة ناشطة أكثر بقليل بنسبة 15% والآن منافسون قاموا بإضافة البيكسلات وجعلوا الكاميرا الدقيقة إلى أقصى الحدود لتسجيل معلومات على صفحة الوقائع هذه ولكن هذه ليست طريقتنا نحن نعرف سرا أتعرفون أنه كلما كبرت البيكسلات كانت الصورة أفضل والبيكسلات على جهاز الاستشعار حجمها 1.5 مايكرون وحجمها أكبر من الآيفون 5 وأكبر بكثير من معظم الهواتف المنافسة فهي غالب ما تكون مجهزة بكاميرات من نوع 1.5 و1 ميكا بيكسل ولكن كلما ازداد عدد البيكسلات ازداد الضوء وازداد نطاق الدينامي للألوان وكانت تشويش أقل في الصورة وكل ذلك للحصول على صورة أفضل البرنامج الجديد في نظام iOS 7 صمم للاستفادة من جهاز الاستشعار الجديد خاصة في ظل قدرات التصوير المثيرة للإعجاب لرقاقة A7 دعوني أعطيكم مثلا بعض الأمور التي يقوم بها تطبيق الكاميرا هذا يحصل قبلكم حتى عند تشغيل تطبيق الكاميرا وقبل أن تلتقطوا صورة حتى تجدون أن الكاميرا تحدد توازن اللون الأبيض لمنحكم الألوان المناسبة وهي تحدد مستويات التعرض بشكل آلي للحصول على مستوى البريق لأول مرة يحدث التطبيق خريطة دينامية محلية حول الصورة للحصول على أضواء وظلال أفضل في الصورة لأول مرة يكون لدينا نظام تثبيت آلي وتحديد نسبة التعرض للضوء بوجود 15 منطقة تركيز هذا من مستوى كاميرا DSLR ويقدم صورة أكثر دقة وعند التقاط الصورة بالفعل ومن دون علمكم تجدون أن الكاميرا التقطت عدة الصور وتحللها على الفور لمعرفة أي منها هو الأفضل وهذا ما ترونه على شاشاتكم إنها آلية بالكامل وأذكى وتتمتع بقدرات أكبر من أي وقت مضى والأمر لا ينتهي عند هذه الحدود فالكاميرا مجهزة بفلاش جديد ونحن نسميه فلاش اللون المناسب عند التقاط الصورة مع فلاش أعرف أن العديد منكم يدرك بأن الضوء المحيط سواء كنا في الخارج أم في الغرفة مثلا الضوء الفلوري أكثر برودة وزرقاقا واللون المتوهج أكثر سخونة أو بهرجة أي يكون لون الفلاش فسيتضارب مع لون الإضاءة الموجودة في الغرفة وأعطائكم صورة لا تبدو جيدة خاصة بالنسبة إلى لون البشرة إن كانت البشرة تعكس الضوءة كثيرة بالنسبة إلى الفلاش فالآيفون 5S يتميز بذلك ويتمتع في الواقع بضوءين LED الضوء الأول أبيض أكثر بهوتا والضوء الثاني أكثر حدة ولونه كهروماني ويحلل الألف لاش المشهد على الفور ويقدم لونا يشمل أكثر من ألف لون معدل مما يعطي الألف لاش ذات الضوء المثالي للغرفة أو للمكان الذي تتواجدون فيه هذه أول مرة يقوم بهذا الأمر أحدهم بهذا ليس على هاتف إنما أيضا على أي كاميرا من أي نوع إنه فعلا إنجاز إذن قبل استخدام هاتف مزود بكاميرا ذات ضوء LED واحد قد تحصلون على صورة كهذه ترون أنه لديكم ضوء دافئ ووهاج وألوان البشر لا تبدو جيدة إطلاقا والطاولة الخشبية تبدو برتقالية جدا ولون سروال الجينز أزرق للغاية ولونه غير مناسب هذه الصورة غير معدلة مأخوذة بواسطة الآيفون 5S في نفس الموقع كما ترون فإن ألوان البشر الطبيعية أكثر والطاولة الخشبية تبدو رائعة هذه أحدى المزايا الرائعة التي يتمتع بها نظام الكاميرا وأليكم ميزة أخرى لأول مرة أصبح لدينا جهاز تثبيت الصورة الخاص بالآيفون كلنا عرفنا حالة كهذه في غرفة قد تكون إضاءتها أقل وضوحة من هذه حيث يتحرك الشخص ويحتاج إلى ضوء أقوى لالتقاط الصورة ولكن هذا يعني أننا سنشوز صورنا لذا يجب أن لا نحتفظ بهذه الصورة أو نتخلص منها ولكن بواسطة الآيفون 5S نحصل على صورة أوضح في نفس الظرف ما الذي يحصل في الواقع وبنقر صغير على مصراع الكاميرا نرى بأن الصورة التقطت عدة صور وهنا علينا جمعها للحصول على الانكشاف المناسب ولكن مع اختيار الجزء الذي كانت أكثر بروزا خلال التعرض القصير للضوء وكل هذا يحصل على الفور مباشرة إنه نظام بورست الجديد عند الذهاب لالتقاط الصورة وإن وصلنا الضغط على زر المصراع فسيتم التقاط مجموعة من الصور ويمكن للكاميرا التقاط عشر صور في الثانية طالما أننا نبقي إصبعنا على المصراع وهذا ما قد يحصل إذن خلال الثانيتين التقطنا عشرين صورة لهذا المشهد هل هذا النظام مناسب لالتقاط الصور المريئة بالتشويق أم أنه مناسب لأولاد يواصلون التحرك والآن إن كان عليكم الدخول في كل مرة نلتقد فيها الصورة إلى لايحة الصور وتسوية كل هذه الصور ستكونون قد خسرت مطابع المرح ولكن الفريق قام بعمل مذهل إذ استخدموا رقاقة الـ A7 على الفور خلال التقاط تلك الصور ويجري تحليلها لعدة أسباب مثل كشف الانكشاف والدقة وماذا كانت هناك وجوه في المشهد أو ما إذا كانوا يبتسمون أم يرمشون وعن الدخول إلى لايحة الصور فستقدم لكم ما قد يكون أفضل صورة التقطموها من بين كل الصور وليس من الضرورة اتقاءها ويمكنكم الدخول واختيار صورا أخرى فيكلها موجودة ولكنها تختار الصورة الأفضل إذا لاحظت لقطة كهذه التقطت خلال مشهد تشويق فستختار بضع صور تمثل أهم ما حصل خلال العملية وهكذا يكون لديكم بعض الصور من هذه السلسلة وكل ذلك مباشرة أريد أن أخبركم عن ميزة أخرى لهذه الكاميرا وهي تبطئة الحركة إذن لدينا كاميرا فيديو يمكنكم اختيارها من ضمن التطبيق وهناك واحدة ثانية تدعى كاميرا الحركة البطيئة اختاروا هذه الكاميرا وعندها يمكنكم خلق مشاهب بواسطة الحركة البطيئة مثل هذه ما يفعله الآيفون 5S في هذا الوضع هو التقاط فيديو على الجودة بسرعة كبيرة والحصول على 120 لقطة في الثانية عادة تكون أشرطة الفديو العادية المؤلفة من 30 لقطة في الثانية ويمكنكم الدخول لتختاروا على الشاشة ما تريدونه سواء كانت السرعة الطبيعية أو الحركة البطيئة والحصول على المشهد المطلوب على الفور ومع ذلك فالمشهد سيبدو طبيعيا جدا من دون فقدان شيء من الجودة مع التحرك بين السرعة البطيئة والطبيعية جميع هذه المزايا والتقنيات الرائعة هي في خدمة التقاط صورة جميلة لدينا بعض الصور التي أود عرضها عليكم بالتفصيل وقد تم التقاطها بواسطة آيفون 5S ولم تمنتج أو يتم تعديلها بأي طريقة هذه بعض الأمثلة هذه لقطة واسعة النطاق جميلة ونرى تنوع ألوان حيوي رائع في هذه الصورة هذه لقطة ثابتة حيث نرى وضوحا رائعا الكاميرا أصبحت تلتقط صورا فائقة الوضوح حاليا مع قدرتها المحسنة للضوء الخفيف يمكنها التقاط الصور في أوضاع مختلفة بحيث تكون نتيجة أجمل حتى كصورة قنديل البحر هذا الملتقطة في حوض أسماك عرضنا بعض الصور في منتج سابق وكان لجميع صورتهم مفضلة وكانت لمخلوق لذا كلمنا مدير أعماله وطلبنا منه العودة في لقطة أخرى من أجلنا كان لطيفا كفاية ليجلس من أجل جلسة تصوير أخرى هذا سنجاب أرضي كاليفورني أو سبرموفيليو بيتشي في حال كنتم تجهلون ذلك ووضوح التفاصيل مذهل التقطنا صورة أخرى رائعة هذا مخلوق بيولوجي يافع في لحظة راحة نادرة والآن مجددا هذه الصور مباشرة من كاميراة هاتف آيفون 5S طابع بشرة جميل وتركيبة غنية إنها صورة خلابة هذه صورة خلابة أيضا لقطة لغروب الشمس وتوازن اللون الأبيض مذهل دراجة الضوء المتوهد الجميلة وحتى الصور البانورامية الرائعة التي يمكننا التقاطها تكون أفضل حتى مع آيفون 5S هذه الصورة بانورامية من 28 ميجابيكسل التقطت بواسطة الآيفون 5S وما يجعله أفضل حتى الآن هو أنه يمكننا تعديل مستوى الكشف أوتوماتيكيا بينما نمسح المنظر مثلا هذا المنظر يشمل أشاعة شمس في الجهة اليمنى من السماء أقوى من الجهة اليسرى وتم تعديل الكشف أوتوماتيكيا خلال المسح المنظر هذه هي كاميرا آي سايت الجديدة في آيفون 5S الميزة الثالثة تتعلق بالأمن لدينا معلومات شخصية بكمية كبيرة في أجهزتنا ونود حمايتها نفتقد الأيام الخوالي حين كانت الوثائق أوراقا وكان بإمكاننا الإقفال عليها في أماكن وحمايتها لكننا نعرف أن ذلك لم يعد العالم الذي نعيش فيه حاليا جزء كبير من حياتنا الشخصية موجود في هذه الأجهزة أرقام هواتفنا عنويننا الإلكترونية إمكانية الولوج إلى حساباتنا وصورنا ونحن نحملها معنا أينما نذهب لذا علينا حمايتها الطريقة الأكثر شيوعا طبعا هي وضع رمز سري رمز سري بسيط من أربعة أرقام أو رمز أكثر تعقيدا إن شئتم هذا أمر تفعلونه عشرات المرات يوميا لفك الرمز واستخدام هواتفكم لسوء الحظ بعض الناس يجدون ذلك مرهقا جدا ولا يقومون به في الواقع اكتشفنا خلال أبحاثنا أن حوالا نصف زبائن الهواتف الذكية لا يضعون رمزا سرية لأجهزتهم وعليهم ذلك بشدة لهذا السبب عمل الفريق جاهدا على تكنولوجيا حديثة جدا لجعل هذا الأمر سهلا وتنفيذه ممتعا وأسميناه بتوتش آي دي توتش آي دي تستخدم مفتاحا تحملونه معكم أينما تذهبون إنه إصباعكم وبالتحديد بصمة الإصبع التي هي فريدة لكل واحد مننا إنها تقرأ بصمة الإصبع على مستوى مفصل جدا وهذا بسبب جهاز استشعار حديث جدا اسمه جهاز استشعار توتش آي دي إنه جهاز استشعار سعوي يعمل على اللمس إنه رقيق جدا من نسبة 170 مايكرونان إنه أسمك بقليل من الشعر البشرية لكنه فائق الوضوح بنسبة 500 بيكسل في الإنش يمسح الطبقات الخارجية للبشرة وصولا إلى الطبقات الداخلية الحية للحصول على صورة أفضل للبصمة الفعلية يمكنكم تلقينه عن أكثر من إصبع واحد إن شئتم ربما تستخدمون اليد اليسرى أو اليمنى ومهما كانت الوجهة التي تستخدمونها لتلقينه يمكنكم قلب الإصبع بدون أن تقلقوا حيال الأمر لأنه يقرأ أية وجهة لكن على الأرجح أحد أذكى الأمور التي قام بها الفريق كان موضع جهاز الاستشعار الجديد هذا مباشرة في الزر الأساسي الذي نستخدمه طوال اليوم هذا ابتكار ذكي جدا الزر الأساسي لا يزال يشمل كبسة لمسية تماما كما في الصادق لذا سيعمل كالمعتاد لكنه يشمل أيضا الآن جهاز استشعار توتش اي دي ونجد حوله حلقة اقتفاء من الفولاذ الصامد لذا سيعرف جهاز الاستشعار متى يقرأ بصمة الإصبع بمجرد وضع الإصبع على الزر لا ضرورة لكبسه حتى وهو محمي في الأعلى بعلسة الصفير إنها صلبة وتؤمن أيضا صورة أفضل على جهاز استشعار توتش اي دي توتش اي دي مبيتة بعمق في اي او آس 7 الفريق جعل الأمر سهلا جدا وممتعا لتلقنوا الايفون 5 اس بشأن بصمات أصابعكم وحين تفعلون ذلك يمكنكم ببساطة لمس الزر الأساسي لفتح الهاتف وهذا أمر تجدون بهجة في القيام به طوال اليوم وفي كل يوم وإبقائه شغالا دوما وبما أنه مبيت في الجهاز وجد الفريق أيضا طريقة لاستخدامه للقيام بعمليات شراء عبر آيتونز وهذا يتطلب طبعا رمزا سريا مختلفا لكن يمكنكم استخدام الإصبع نفسه لإثبات أصالات الموسيقى وتطبيقات والكتب والبرامج التلفزيونية والأفلام وكله بلمسة واحدة لذا لن تكون تكنولوجيا أبل ممتازة بدون شريط مصور رائع لإخبارنا بتفاصيلها آيفون 5S هو هاتف آيفون الأكثر دقة لدينا حتى اليوم إنه مصمم ومهندس ومصنوع بدقة فائقة لكن الإبداع اللافت داخل آيفون 5S هو ما يحدد سابقة جديدة ليست فقط تكنولوجيا ثورية حبا بالتكنولوجيا كل مكون وكل عملية تم التفكير فيها جيدا وقياسها تماما للحرص على جدواها الفعلية وأنها تحسن فعلا تجربة المستخدم هذا الاهتمام وهذه المراعات تم تداني إلى كيفية حمايتنا لجميع المعلومات المهمة التي تحملونها معكم في هواتف آيفون هذا ما قادنا إلى ابتكار تاتش آي دي بصمة الأصابع هي أفضل كلمات السر تحملونها معكم وما من بصمتان تتشابهان لذا ابتكرنا طريقة بسيطة وسليمة لاستخدامها ككلمات سر بمجرد لمس الزر الأساسي جهاز استشعار تاتش آي دي يقرأ بسرعة بصمة الإصبع ويفتح أوتوماتيكيا الهاتف أيضا يستخدم لعمليات شراء من متجرينها كالموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية والتطبيقات داخل البريد الوارد إعداد تاتش آي دي ليتعرف على بصمات الإصبع سهل وكلما تستخدمونه يتحسن في قراءة بصمات أصابعكم وفي كافة الوجهات تكنولوجيا تاتش آي دي تشمل بعض البرامج المعلوماتية والعتاد الأكثر تقدما التي وضعناها في أي جهاز الزر بحد ذاته مصنوع من بلوري الصفير وهو أحد أنقى وأصلب المواد المتوافرة هذا يحمي جهاز الاستشعار ويعمل كعدسة لتركيزها بالتحديد على الإصبع الحلقة الفولاذية المحيطة بالزر تقطف الإصبع وتشير إلى تاتش آي دي بأن يبدأ دي قراءة البصمة جهاز الاستشعار يستخدم نظام اللمس السعوي المتقدم ليلتقط في المبدأ صورة فائقة الوضوح لبصمات الإصبع ثم يحلل بذكاء هذه المعلومات بدرجة كبرى من الدقات والتفصيل يصنف البصمة وفقا لواحد من ثلاثة أنواع أساسية القوس، العروة أو الثانية يمسح تفاصيل فردية في الحروف وهي أصغر من أن تراها العين البشرية يتفقد حتى تغييرات طفيفة في وجهة الحرف التي تسببها المسام وبنية الأطراف تاتش آي دي يستخدم هذا كله لتأمين التطابق الأكثر دقة ومستوى عال جدا من الأمن جميع المعلومات حول بصمات الأصابع مشفرة ومخزن داخل الجيب الداخلي الآمن في رقاقة A7 الجديدة تكون هذه مخزنة بعيدا عن أي شيء آخر ومتوافرة فقط عبر جهاز استشعار تاتش آي دي ولا تخزن مطلقا في كمبيوترات أبل الرئيسية أو تحفظ في آي كلاود تاتش آي دي يحدد الخطوة التالية لكيفية استخدام آيفون ويجعل أمرا مهما كالأمن في غاية السهولة والبساطة نحن نؤمن بأن التكنولوجيا تكون في أفضل حالاتها وفعاليتها حين تكون غير مرئية ببساطة إذن هذا توتش آي دي الثالث بين أنواع التكنولوجيا الأربع المفكرة لدينا في آيفون 5S يشمل رقاقة A7 الجديدة مع هندسة ديسكتوب من 64 بيت نظام كاميرا آي سايت الجديد مع الفلاش المزدوج وعشرات المزايا الجديدة التي تجعل التقاط الصور الأفضل وأسهل من السابق وتاتش آي دي دمج معمق ومزايا أمنية مرتكزة على بصمة الأصبع خلال هذا العرض سمعتم بآيو أس 7 بطرائق لم تسمعوها سابقا بالإضافة إلى تجربة المستخدم الفريدة والمزايا الرائعة أصبحتم تعرفون الآن أن آيو أس 7 ابتكر أيضا ليدعم تماما الآيفون 5S مع هندسة من 64 بيت ودمج لتوتش آي دي بأعمق مستويات النظام وجميع قدرات الكاميرا وتحليل الصورة في رقاقات A7 إنه هاتفنا المفكر الأكثر تقدما حتى الآن إنه آيفون 5S وأذكر بأنه باللون الفضي الذهبي والرمادي الفضائي يبدأ بمجموعة من 16 جيجا بايت ب199 دولارا فقط وثمن ال32 جيجا بايت هو 299 دولارا وال64 جيجا بايت ب399 دولارا ومجددا وفقا لعقد تقلدي على مدى عامين بالإضافة إلى ذلك صنع الفريق مجموعة أغلفة تتناسب تماما مع شخصية هذا الهاتف إنها أغلفة من الجلد مصبوغة بهذه الألوان الخمسة الخلابة وثمن كل واحد 39 دولارا فقط وهنا لك أيضا غلاف أحمر جميل إنه رائع وكجميع منتجاتنا إنه لمهم جدا أن نصمم آيفون 5S ليكون صديقا للبيئة لا يتكلم الآخرون عن هذا لكننا سنواصل القيامة بذلك لأن هذا مهم جدا زجاج عرض خالم من الزرنيخ خالم من الزئبق خالم من المواد المثبتة لللهب ومن البوليفينيلكلورايد وقابل التدوير كليا مع زجاجه من الألومنيوم العالي الجودة رأيتم الآن مجموعتين الجديدتين من الهواتف آيفون 5C وآيفون 5S آيفون 5C بألوانه الجديدة الخلابة وآيفون 5S بكماليته المعدنية الجميلة والمسود بالتكنولوجيات الأربع الجديدة آيفون 5C يبدأ ثمنه بتسعة وتسعين دولارا فقط وآيفون 5S بمائة وتسعة وتسعين دولارا سنبقي أيضا نموذجا عن آيفون 4S بمجموعة من ثمانية جيجا بايت العديد من الموزعين سيعرضونه مجانا ضمن عقودكم هذه هي المرة الأولى التي نطلق فيها وننشر مجموعتين جديدتين من هواتف آيفون كيف سنفعل ذلك بدءا من الجمعة الثالث عشر من سبتمبر ستتمكنون من طلب آيفون 5C مسبقا عبر الإنترنت وبعد أسبوع في العشرين من سبتمبر ستصبحون قادرين على شراء كلا آيفون 5C وآيفون 5S في الولايات المتحدة، أستراليا، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، اليابان، سنجافورا والمملكة المتحدة إنها المرة الأولى التي استطعنا فيها إطلاق آيفون منذ البداية في بلدان أخرى كالصين نحن فخورون جدا بالعمل الذي أنجزه الفريق هنا في الولايات المتحدة والصين لتحقيق ذلك هذا رائع جدا وفي اليابان سنطلق المنتج مع أصدقائنا الرائعين في صوفبانك وكي دي دي آي وأيضاً للمرة الأولى مع أنتيتي آي دوكومو بحلول نهاية العام سنعمل جاهدين لنشره في مئة بلد وأكثر من مئتين وسبعين شركاء موزعين في أرجاء العالم هذا آيفون وأعود الآن إلى تيم شكراً لك هواتف آيفون هذه محملة بتكنولوجية مذهلة لكننا قمنا بذلك بطريقة تهم الناس جعلنا الأمور أسهلة وأفضل للمستخدمين نحن لا نضع ببساطة الميزة تلو الأخرى بدلاً من ذلك نفكر بعمق في نوع التجربة التي نريد إنشاءها ثم نبتكر تكنولوجيات تجعل من تلك التجربة ممكنة إنها بالفعل مجموعة مذهلة من المنتجات آي او اس 7 إنه أكبر تغيير على الآي او اس منذ آيفون الأصلي آيفون 5C هو تقدم على آيفون 5 مع تصميم جديد بالكامل يمنح شعوراً رائعاً حين تحملونه بين أيديكم ويشمل ألواناً تظهر بطريقة لا تجيدها إلا أبل آيفون 5S هو آيفون الأكثر تطوراً على الإطلاق مع تكنولوجيتنا المطلقة للتطلع إلى المستقبل الآن أعددنا بعض الإعلانات لأننا متحمسون جداً بشأن هاتفي آيفون الجديدين وآي او اس وقد اخترت واحداً أود عرضه عليكم اشتركوا في القناة بشأنك بشأنه لاتاتي ، ترجمة القناة مالحقنا كك شكرا يا حبي مالحقنا حقيقة للمشارك ليو شكرا ولدك ما أليس هذا جميلا؟ نأمل أن تكونوا قد أحببتم هذه المنتجات الجديدة بقدر ما أحببنا ابتكارها أود شكر فرق أبل التي عملت جاهدة لصنع هذه المنتجات أنا فخور جدا بعملها فخور جدا نعرض آيفون 5C وآيفون 5S في آخر الرواق لذا يمكنكم اختبارها فورا إن كنتم ضمن وسائل الإعلام أود شكر الجميع على مجيئهم ولا تنسوا المتجر في بلو ألتو إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر